اشتركوا في القناة نحن نواجه كل التحية والشكر والتقدير لكل معلمي جمهورية مصر العربية في كل مؤسساتنا التعليمية على مجهودهم الرائع وبنشكرهم طبعا على اداءهم المتميز لان هم بيعملوا في ظروف استثنائية من اجل النهوض بالعملية التعليمية والرقية بالمخرج التعليمي من اعزان الطلبة والطالبات طبعا بنوجه لهم كل الشكر وكل التحية والتقدير وبنتمنى لعزان الطلبة والطالبات عام دراسي جديد وموفق وملئ بالنجاح والتوفيق باذن الله طبعا مادة الافات الزراعية هي من المواد الاساسية في التعليم الفني وفي التعليم الزراعي على وجه الخصوص واحنا حابين طبعا في بداية العام الدراسي نلقي الضوء على اهم الابواب الرئيسية في منهج الافات الزراعية طبعا احنا قلنا في اكتر من مناسبة ان الافة هي اي كان حي بيدور بالانسان وممتلكاته ونظرا للتنوع الهائل في اعداد الافات الزراعية فتم تقسيمها لتلات اقسام رئيسية قد تكون افة نباتية يعني بتتبع المملكة النباتية زي عندنا العديد من الافات النباتية زي الحشاش بانواعها المختلفة النباتات الزرية المتطفلة الطحالب الفطريات البكتيريا الاشانات كل دي طبعا بتبقى افات نباتية والنوع التاني اللي هو الافات الحيوانية وبتشمل كل انواع الافات اللي بتتبع المملكة الحيوانية عدى كلاس انسيكتا او صف الحشرات وعندنا من الامثلة في هذا الصدد الاكروسات بانواعها المختلفة النيماتو ده القوارد وايضا الطيور والنوع التالت والاخير وهو الافات الحشرية وعلشان اطلق على الكائن الحي اللفظ انسيكتا او حشرة لازم انه ينطبق عليه الصفات العامة للحشرات واحنا درسنا الصفات العامة للحشرات في بيولوجي الصف الثاني الزراعي وقلنا انه جسم الحشرة لابد ان يكون مكون من ثلاث مناطق رئيسية منطقة الرأس بزوائدها المختلفة من العيون المركبة والبسيطة وقرون الاستشعار واجزاء الفم وايضا منطقة الصدر بزوائدها المختلفة وهي الارجل المفصلية عبارة عن ثلاث ازواج من الارجل موزع على الثلاث حلقات الصدرية الاولى والتانية والتالتة وزوجين من الاجناحة الزوج الامامي من الاجناحة بيحمل على الحلقة الصدرية الثانية والزوج الخلفي من الاجناحة بيحمل على الحلقة الصدرية السالسة وقد تتحور او يتحور الزوج الخلفي من الاجناحة الى دبابيس التزان لحفظ توازن الحشرة اثناء الطيران والبطن بتكون مكونة من احدى عشر حلقة بتحمل في نهايتها الزواد التناسلية وايضا القرون الشرجية ونظرا للتنوع الهائل في اعداد الحشرات فتم تقسمها الى تلات اقسام رئيسية على حسب عدد عوائلها قد تصيب عائل واحد فبنطلق عليها حشرات وحيدة العائل والمثال اللي عندنا باقي القصب الدقيقي او تصيب عدة عوائل آآ نباتية مختلفة فبنطلق عليها حشرات محدودة العوائل والمثال اللي عندنا الساقبات وايضا ديدان اللوز او تصيب كل انواع النباتات الخضراء فنطلق عليها حشرات متعددة العوائل والمثال اللي عندنا كل انواع الحشرات زي دودة ورق الكطن زي الجارات بانواع والحفار الدودة القرد ايا كان القافة اللي عندك المهم ان هي تكون متعددة العوائل وحندرس بعد كده باذن الله عزاء الطلبة والطلبات واعزانا المشاهدين المهتمين بمجال الانتاج الزراعي وتحقيق التنمية الزراعية في جمهورية مصر العربية انا على ثقة انه العديد من المهتمين بمجال الانتاج الزراعي في جمهورية مصر العربية وتحقيق التنمية الزراعية متابعين لحلقاتنا سواء حلقات مادة امراض النبات او حتى حلقات مادة الافات الزراعية لانه دي من المواد الاساسية اللي بتمكن كل عزانا المزارعين والمشتغلين بالمجال الانتاج الزراعي من مكافحة اي مسبب مرضي وتشخيص المسبب وتحديد اعراض الاصابة ورسم برنامج المكافحة سواء للمسببات المرضية المختلفة او حتى للافات الزراعية هناخد بعد كده جزئية مهمة جدا وهي كيفية تحديد مظاهر الاصابة بالافات الحشرية التي تتغزى بقرض العائل او التي تتغزى بامتصاص عصارة النباتات او حتى الحشرات ذات الطابع الخاص هنقسمها لقسمين اما ان تكون صانعات الانفاق في الاوراق والمثال اللي عندنا زبابة البنجر والنخرات اوراق الفول وهي تتغزى على اهم جزء من اجزاء النباتات الخضراء وهو النسيج الوسطي الموجود في الورقة اللي احنا بنقول عليه طبقة الميزوفيل وهي الطبقة المحتوية على صبغة الكلوروفيل المسؤولة عن قيام النبات باهم عملية من العملات الحيوية على سطح كوكبنا الاخضر وهي عملية البناء الضوئي او في ناس بتقول على التمثيل الضوئي او حتى عملية الفوتو سينسيز وهي العملية المسؤولة عن بقاء صور الحياة والتنوع البيولوجي على سطح كوكب الارض لان هي اللي بتمد كل المخلوقات بالغذاء وبالتالي استمرار وجود هذه العملية هو مؤشر لاستمرار الحياة على سطح الكوكب وهي عملية بسيطة جدا بتعتمد في تكوينها على سانيوكسيد الكربون الموجود في الغلاف الجوي بيتحد مع جزء الماء الممتص من التربة في صبغة الكلوروفيل الموجودة في اوراق النباتات الخضراء بتتحول الطاقة الضوئية لطاقة كميائية وبيديني اول منتج غذائي على سطح الارض وهو C6H12O6 اللي هو سكر الجلوكوز وبعد كده بيديني ايضا اوتو او الاكسوجين وايضا بينتج عني من اثناء هذه العملية جزيات الاتب او جزيات الطاقة وصانعات الانفاق في الاخشاب ويعني احنا بصدد دراستها ان شاء الله في حلقة النهاردة وهو الترميتس او النمل الابيض وحنعرف انواعه واللايف سايكل وايضا مظاهر الاصابة بالنمل الابيض وازاي نرسم برنامج مكافحة للنمل الابيض وكل عزينا المشاهدين ان شاء الله يستفيدوا استفادة كبيرة جدا من حلقة النهاردة لانه من اخطر الافات اللي بتهدد المفروشات والاساس والاخشاب في منازلنا هي حشرة النمل الابيض وحندرس ايضا اعزاء المشاهدين وعزاء الطلبة والطلبات الاضرار اللي بتسببها الافات الحشرية للنباتات الخضراء وافات الحبوب والمواد المخزونة وايضا الافات الطبية والبيطرية وحندرس ايضا مظاهر الاصابة بالافات الحيوانية سواء كان الاكاروسات بانواعها المختلفة او حتى النماتو ده وحنتطرق بالدراسة لدراسة جزئية مهمة جدا جدا وهي كيفية تحديد وحصر الافات وطرق الحصر واغراض واهمية اجراء عملية الحصر وبالمناسبة عملية حصر الافات هي من العمليات المهمة جدا لانها بتعتبر الاساس العلمي اللي بيبنى عليه مدى الحاجة لمكافحة افة ما وايضا عندما نقوم بحصر الافات بنتوصل الى ما يعرف باسم الحد الاقتصادي الحرج للاصابة وهو الكسافة العددية للافة التي عندها يتم البدء في استخدام طرق المكافحة التطبيقية وحندرس ايضا كيفية تقدير نسبة الاصابة والتعداد الحشر بالافات المختلفة وحنتطرق بالدراسة لدراسة طرق المكافحة المختلفة للافات الزراعية وحنقسم المكافحة عموما الى قسمين رئيسيين قد تكون مكافحة طبيعية وهي كل الطرق والوسائل التي تستخدم في القضاء على الافات او منع انتقالها من مكان مصاب لمكان سليم دون تدخل الانسان وقلتلكوا انه في المنهج هندرس نظرية مهمة جدا جدا وهي نظرية التوازن الطبيعي التي تنص على انه الافات وعدها الحيوية بتوجد في الطبيعة في حال التوازن عددي وللأسف هذه النظرية عزاء المشاهدين وعزاء الطلبة وطلبات اصبحت غير قائمة في وقتنا هذا وحدث بها خلل جسيم نتيجة تدخل الانسان تقدم وسائل المواصلات والاستخدام المفرط والمكسف للمبيدات الكيموية واحنا يعني بصدد انعقاد قمة كوب 27 او قمة الاطراف 27 المزمع انعقادها في نوفمبر الجاري باذن الله وحتكون في الفترة من 6 الى 18 نوفمبر في مدينة شرم الشيخ الحبيبة على ارض جمهورية مصر العربية بنتمنى كل التوفيق للدول المشاركة في المؤتمر للوصول الى اهم التوصيات اللي من خلالها بنحافظ على كوكبنا الاخضر في صورة مستدامة ونقلل من انبعاثات الكربونية اللي بتؤثر على التنوع البيولوجي وعلى المناخ على سطح كوكب الاخضر كوكب الارض الاخضر وطبعا القمة دي مشارك فيها العديد من الدول الصناعية وحتكون توصياتها ملزمة لتقليل من استخدام الوقود الاحفوري والتوجه الى الاعتماد على مصادر بديلة للطاقة وتكون طاقة نظيفة زي طاقة الشمس او طاقة الرياح او طاقة المياه طبعا كل التوفيق للدول المشاركة للمحافظة على كوكبنا الاخضر في صورة مستدامة للاجيال المقبلة باذن الله وحندرس ايضا عناصر المكافحة الطبيعية وحنقسمها لقسمين قد تكون عوامل غير حية او عوامل حية والعوامل الغير حية بتشمل العوامل الجوية العوامل الطوبغرافية عوامل التربة والغزاء والعوامل الحية بتشمل المتطفلات بانواعها المختلفة والمفترسات وايضا مسببات الامراض وحندرس بعد كده المكافحة التطبيقية وهي كل الطرق والوسائل التي تستخدم في القضاء على الافات او منع انتقالها من مكان مصاب الى مكان سليم بواسطة الانسان يعني انا اللي بعملها باديها وبتشمل العديد من الوسائل منها الطرق التشريعية وان هي قوانين بتصدرها الدول والحكومات بهدف القضاء على الافات الزراعية او منع انتقالها من مكان مصاب الى مكان سليم وطبعا هندرس اهم القوانين التشريعية في جمهورية مصر العربية والقعدة الزهبية اللي احنا دايما بنقرارها انه من يطبق القوانين التشريعية فهو بيساهم بدور ايجابي في القضاء على الافات الزراعية ومن يخالف هذه اللواح والتشريعات فهو عرضة للمساءلة القانونية ويقع تحت طائلة القانون وقد يتعرض للغرامة او الحبس وحندرس ايضا طرق المكافحة الزراعية وهي في الاساس عمليات زراعية بيجريها المزارع العادي بهدف زراعة ارضه وزيادة انتاجية وغلة الفدان اذا تم اجراها بالطريقة الصحيحة وبالكيفية المسلة وفي المعاد المناسب ده من شأنه انه يؤدي ايضا للقضاء على الافات وخصوصا التي توجد تحت سطح التربة هندرس عناصر المكافحة الزراعية ابتداء من الدورة الزراعية وانتهاء بزراعة نباتات المصائد وفصل العوائل المتكاملة هندرس ايضا طرق المكافحة الميكانيكية وهي عمليات مكافحة بتجرى بعد حدوث الاصابة الفعلية بالافة وعناصر المكافحة الميكانيكية بتشمل الجمع باليد وانتهاء باستخدام درجات الحرارة المنخفضة او المرتفعة وحناخد البيولوجيكال كنترول او طرق المكافحة الحيوية وبتعتمد في تطبيقها على استخدام المتطفلات بانواعها والمفترسات بانواعها ومسببات الامراض والحيوانات والطيور وطبعا المكافحة الحيوية لها مستقبل مشرق في مجال المكافحة لان هي صديقة للبيئة ولا تضر بمكونات الايكولوجي سيستم او عناصر النظام البيئي وبتحافظ على التربة وبتحافظ على المياه وبتحافظ على الهواء من التلوث بالمبيدات الكيموية السامة وحندرس جزئية بقى مهمة جدا ودايما مناهجنا التعليمية الحديثة بتكون محتوية على احدث طرق المكافحة وهي التكنولوجيا الحديثة في المكافحة طبعا لما اتكلم عن التكنولوجيا الحديثة معنى كده ان انا بصل لدرجة عالية جدا من المكافحة وبحقق المعادلة الصعبة وهي القضاء على الآفة وايضا المحافظة على البيئة من التلوث بالمبيدات بشكل او باخر هندرس منها استخدام البكتيريا الممرضة استخدام النماتودة الممرضة استخدام منظمات النموة هرمونات الانسلاق والاعتماد على بدائل للمبيدات وحنعرف مميزات بدائل المبيدات وامثلة لبدائل المبيدات وحناخد بعد كده من طرق التكنولوجيا الحديثة زراعة الأصناف المقامة واستخدام نظام الانذار المبكر والاستشعار عن بعد والاعتماد على استخدام نظام التسميد الأخضر وحندرس ايضا اخر الدواء الكي اللي هو المكافحة الكيموية وبتعتمد على استخدام مركبات كيموية في القضاء على الآفات وحنعرف يعني ايه مهلك حشري والشروط الواجب توفرها في المهلك الحشري واقسام المهلكات الحشرية وحندرس صور التجهيزات واهم المواد المساعدة اللي بتضاف لمستحضر المبيد وكيفية تأثير المبيد على الآفة واهم الاخطار او المخاطر اللي قد يتعرض لها الشخص القائم بعملية المكافحة عند التسمم بالمبيدات وكيفية اجراء الاسعافات الاولية للاشخاص المصابين بالتسمم بالمبيدات وحندرس ايضا عمليات الرش والتعفير وشروط الواجب توفرها لنجاح عمليتي الرش والتعفير وآلات الرش وكيفية صياناتها وكيفية تحضير محلول الرش بالطريقة الصحيحة لانه اي خطأ بالمناسبة الكلام ده لكل عزينا المشاهدين مش بس عزينا الطلبة وطلبات اي خطأ في استخدام المبيد قد يتعرض الشخص اللي هو قام بعملية المكافحة للتسمم بالمبيدات وان كان تسمم بطيء او بنقول عليه تسمم تدريجي لانه كل دوز او كل جرعة من جرعات المبيد بتدخل بتأثر على الاجهزة الحيوية الموجودة في جسم الانسان واهم جهازين بيتأثروا بالسموم هو الكبد وايضا الكولة طبعا احنا على وعي وبنرى بأم عيوننا اعداد هائلة من المصابين بالفشل الكولوي والفشل الكبدي في المستشفيات المختلفة فاحنا بنعالج المشكلة من المنبع وفر ماء نظيف خالي من الملوسات الكيموية المختلفة ووفر غزاء نظيف للشخص بالتالي حيكون صحته كويسة ولا يتعرض للاصابة بالامراض الخطيرة وعلى رأسها زي ما قلت الفشل الكبدي او الفشل الكولوي وايضا الامراض السرطانية المختلفة هندرس ايضا من طرق المكافحة الكيموية هناخد كيفية تحضير محلول الرش بالطريقة الصحيحة وهندرس ايضا جزئية مهمة جدا ازاي تعمل عملية صيانة دورية لالات الرش والتعفير وكيفية استخدامها بالطريقة الصحيحة وحندرس ايضا الاتجاهات الحديثة في المكافحة هناخد منها استخدام المواد الطاردة واستخدام المواد الجاذبة استخدام المصاد المختلفة استخدام المستخلصات النباتية ولها مستقبل مشرق في مجال المكافحة المختلفة وحناخد ايضا جزئية مهمة جدا وهي المبيدات الميكروبية والمبيدات الميكروبية بالمناسبة بتعتمد على استخدام كائنات حياة دقيقة في القضاء على الآفات المختلفة وطبعا لها مستقبل ايضا مشرق في مجال المكافحة لان هي صديقة للبيئة ومتجددة وبتتكاثر ذاتيا وغير مكلفة ولكن هناك بعض الصعوبات في مجال انتاج المبيدات الميكروبية هنتعرف عليها ان شاء الله مع بعض وحناخد ايضا الاي بي ام او الانتجريتد بيست مانجمنت او الادارة المتكملة للآفات وهي الاستخدام المتوازن لكل الطرق الزراعية والتشريعية والكيموية والحيوية التي تتوافق مع البيئة شرطة اساسي انها تكون بتحافظ على النظام البيئي في صورة مستدامة التي تتوافق مع البيئة والمقبولة اجتماعيا والتي لها جدوة اقتصادية من اجل خفض اعداد الآفة الى دون مستوى الضرر الاقتصادي وحنعرف خطوات تصميم الاي بي ام اللي هي استخدام الوسال الواقية التتبع والاستكشاف تقييم اوضاع الآفة وتحديد وسال المكافحة وحندرس اهم الاعتبارات الواجب مراعتها لنجاح الاي بي ام وحنتطرق بالدراسة ايضا لدراسة الافات الحشرية الخطيرة التي تؤثر على المحاصيل حناخد الحشرات العامة حناخد افات القطن في طور النمو البادرة والنمو الخضري والثمري افات المحاصيل الناجلية الاستراتيجية اللي احنا ندعو لتحقيق الاكتفاء الزاتي من هذه المحاصيل وخصوصا محصول القمح واحنا كلنا شايفين التوترات الجيوسياسية في العالم كله وده بيتطلب مننا الاعتماد على الزات في توفير السلع الاستراتيجية للمواطن المصري وزيادة الرقعة المنزرعة من هذه المحاصيل وتحقيق الامن الغذائي ويسد الفجوة الغذائية بين معدل الانتاج ومعدل الاستهلاك وبالتالي تحقيق الامن الغذائي لكل افراد الشعب المصري ان شاء الله وحندرس ايضا الافات اللي بتؤثر او بتصيب المحاصيل الباقولية وافات الحبوب والمواد المخزونة وافات اشجار الفكهة بانواعها المختلفة وايضا الافات اللي بتصيب نباتات الخضر ونباتات الزينة تعالوا بنا اعزائي المشاهدين واعزائي الطلبة والطلبات نتطرق بالدراسة في حلقة النهاردة لدراسة جزئية مهمة جدا وهي الافات الحشرية التي تصيب الاشجار الخشبية او التي تصيب الاخشاب هناخد اول حاجة معنا في حلقة النهاردة من الافات الحشرية اللي بتصيب الاخشاب اول حاجة معنا اللي هي خنافس القلف يعني الافات الحشرية اللي بتصيب قلف الاشجار هناخد اول افة او اول حشرة معنا اللي هي سوسة قلف اشجار الخوخ المصرية واي سوسة او اي خنفساء او اي جعل يبقى قولا واحدا الوضع التقسيمي اسم ردبة غمديت الاجنحة نوع تطور تطور تام الطور الضار اليرقة والحشرة الكاملة ونوع اجزاء الفم قارض في اليرقة وايضا في الحشرة الكاملة وعدد اجيالها جيل واحد في السنة والعوائل طبعا جميع اشجار الحلويات والموالا هناخد دورة الحياة بتضع الانسة البيض تحت القلف بتحفر نفقا مستقيما وعلى جانب النفق بتضع البيض البيض بيفقس الى يرقات بتصنع انفاقا ثانوية بتكون متعمدة مع النفق الاول اللي هو نفق وضع البيض ثم بعد ذلك بتحفر حجرة مستديرة بتتحول فيها الى عزراء ثم حشرة كاملة وتعيد دورة الحياة القافة التانية اللي معنا اللي بتصيب الاشجار الخشبية اللي هي سوسة قلف اشجار الخوخ الاوروبية يعني الوضع التقسيمي متشابه تماما اسم الروت بغمديت الاجنحة نوع تطور تام طرد دار اليرقة والحشرة الكاملة نوع ازال فم قارض في اليرقة وفي الحشرة الكاملة وعدد اجيالها ثلاثة اجيال في السنة والعوال اشجار الحلويات والفواكه ذات النواة الحجرية دورة الحياة بتضع الانسة البيض تحت القلف ايضا على الاشجار المهملة والضعيفة بيفقس البيض الى يرقات اليرقات بيكون لها بيت شتوي تحت القلف ثم بعد ذلك بتتحول الى عزراء ثم حشرة كاملة وتعيد دورة الحياة مظهر الاصابة والضرر لو نزلت ارض او مزرعة مصابة بهذه القافة هلاحظ على الاشجار ايه وجود ثقوب كثيرة على الافرع والبراعم بيكون عليها افرازات صمغية بتحفر الحشرات الكاملة في طبقة القلف الداخلي وطبقة الكامبيوم الوعائي بتحفر انفاقا مستقيمة الى اعلى و الى اسفل الحشرة اللي معانا بعد كده بتصيب الاشجار الخشبية وهي خنفساء خلف اشجار الفصدق واسم الروت بغمديت الاجناح نوع تطور تام طور الدار اليرقة والحشرة الكاملة نوع اجزاء الفم بيكون قارض في اليرقة وايضا في الحشرة الكاملة عدد عدد اجيالها بيكون ثلاث اجيال في السنة والعوائل طبعا اسمها اشجار الفصدق يبقى اشجار الفصدق وبعض الاشجار الخشبية دورة الحياة ايضا بتضع البيت تحت القلف البيت بتحول الى يارقات اليرقات بتتحول الى عزراء ثم حشرة كاملة وتعيد دورة الحياة مظهر الاصابة والضرر وده طبعا من مظهر الاصابة المميزة لهذه الحشرة وجود ثقوب مستديرة بتشبه رش البندقية موت الاشجار في حالة الاصابة الشديدة الحشرة اللي بعد كده ايضا اللي هي خنفساء قلف اشجار الزيتون اسم الردبة غمدية الاجنحة نوع تطور تام وطور الدار اليرقات والحشرة الكاملة طبعا اي خنفساء بتلاقوا او بتلاحظوا انه الاختلاف الوحيد بيكون في عدد الاجيال والعوائل نوع ازال الفم بيكون قارض في الحشرة الكاملة وفي اشجار الزيتون يبقى العائل الاساسي لها اشجار الزيتون دورة الحياة بتضع الانسى البيض في حفر فين جانية الشكل على جانبي نفق البيض بيفقص الى يرقات بتصنع نفق بزاوية قائمة على نفق البيض وبعد ذلك بتتحول الى عزراء في نهاية النفق ثم بعد ذلك بتتحول الى حشرة كاملة معيدة دورة الحياة الافات اللي بتصيب الاشجار الخشبية ايضا منها ساقبة الافرع هناخد ساقبة الافرع السودانية الوضع التقسيمي اسمه رودبة جمدية الاجنحة نوع تطور تام وطور الدار اليرقة والحشرة الكاملة ونوع اجزال فم قارض في اليرقة وفي الحشرة الكاملة عدد الاجيال بيكون اربع اجيال في السنة وعوائلها اشجار البوانسيانة والبلوت والصنط العربي وايضا اشجار الفتنة دورة الحياة بتضع الانسة البيض في نفق البيض بيفقص البيض الى يرقات بتصنع نفق متعامد على النفق الاول وكل يرقى بكلها نفق مستقل عن الاخرى بتتحول بعد ذلك الى عزراء في نهاية النفق ثم حشرة كاملة بتعيد دورة الحياة مظهر الاصابة والضرر بساقبة الافرع السودانية موت الافرع والاوراق وجفافها نتيجة الانفق التي تصنعها اليرقات والحشرات الكاملة تحول محتويات الخشب الى مسحوق ناعم سهولة كسر السيقان نتيجة الانفق التي تصنعها الحشرة الكاملة ساقبة افرع التين الكبرى بتصيب ايضا اشجار التين الضعيفة ودورة حياتها مظهر الاصابة والضرر مشابه تماما لساقبة الافرع السودانية ساقبة افرع التين الصغرى مظهر الاصابة بتحفر فيه الكامبيوم فيه اشجار التين القوية والضعيفة الموجودة فيه محافظة اسكندرية وبتسبب موت الاشجار وكتر السقب اللي بتصنعه بكون تقريبا حوالي اتنين مليمتر ساقبة النخيل او بنقول عليه حفار ساقر غمان او حفار ساقر قلف بتصيب اشجار البلح واشجار العبل وهو العقل الرئيسي ومنه تنتقل لتصيب المانجو واشجار النخيل والعنب مظهر الاصابة والضرر بهذه الحشرة بتحفر الحشرة في الجريد والعراجين وتسبب جفافها وبالتالي قلة المحصول حفار ساقر السنط اسم الروت بغمديت الاجنحة نوع التطور بيكون تطور تام يعني الحشرة بتمر باربع مراحل بيضة يارقة عزراء حشرة كاملة الطور الضار اليرقة والحشرة الكاملة ونوع اجزاء الفم قارض في اليرقة وايضا في الحشرة الكاملة وعدد الاجيال اربع اجيال في السنة والعوائل اشجار الكزورينة والتوت والصنط والتين والزنزلاخت وايضا الفلفل دورة الحياة بتضع الانسة البيض داخل شكوك الافرع وجزوع الاشجار او داخل انفاق خروج الحشرات الكاملة بيفقس البيض الى يرقات ثم اليرقات بتتغزى وتنسلخ متحولة الى عزراء ثم الى حشرة كاملة وتعيد دورة الحياة حفار ساق اللبخ وضع التقسيم طبعا زي كل انواع حفار الساق وبيصيب اشجار الصنط والشنار واللبخ والمش ودورة الحياة بتضع الانسة البيض داخل شكوك القلف بيفقس البيض الى يرقات بتحفر داخل القلف او الخشب وتتحول الى عزراء ثم حشرة كاملة وتعيد دورة الحياة ادي صورة لحفار ساق العبل طبعا هو من الحفارات الساق اللي بتصيب اشجار العبل واللبخ وطبعا اضراره بتكون خطيرة جدا على الاخشاب هناخد جزئية مهمة جدا ممكن تجي في الامتحان تكلم باختصار عن الطرق المختلفة لمكافحة ناخرات الاخشاب او صانعات الانفاق في الاخشاب انا عندي طرق وقائية وعندي طرق علاجية هنبدأ الاول نستعرض مع بعض الطرق الوقائية ازاي لو انا عندي اخشاب سواء كانت في المواني او في مغالق الاخشاب او في الشركات او حتى في المنازل ازاي اقي هذه الاخشاب من التعرض للاصابة بهذه الحشرات الطرق الوقائية بتشمل العناب الاخشاب وتقوياتها عدم زراعة السيجة او مصدات رياح حول الحديق من اشجار تكون قابلة للاصابة بالحفارات التخلص التخلص من الافرع المصابة بالحرق والتقليم الجيد دهان جزوع الاشجار بالجير او البلاستيك اجراء فحص دوري للاشجار الطرق الميكانيكية بتشمل سحب اليرقاد بسلك معدني صلب وحنشوف ونستعرض مع بعض فيديو تعليمي لهذه الطريقة استخدام اجزاء خشبية كمصاد للحشرات تقشير القلف لتعريط اليرقاد حرق الافرع المصابة ومخلفات عملية التقليم من طرق المكافحة ايضا اللي هي طرق البيولوجية وبتعتمد على استخدام بعض انواع النماتودة المتطفلة على الحشرات وبعض انواع البكتيريا الممرضة للحشرات طبعا دي من طرق المكافحة البيولوجية او المكافحة الحيوية الصديقة للبيئة طرق المكافحة الكيموية بتشمل الدهان بمحلول السدبال او الباسودين الرش باستخدام السدبال او الباسودين بمعدل 300 سنتي مع استخدام 100 لتر ماء استخدام مصائد الفرمونات لبعض انواع الحفارات زي حفار ساق التفاع ادي الفيديو التعليمي اللي وعدتوكو به وحنستعرض من خلاله مظاهر الاصابة بحفارات الساق طبعا حفارات الساق في الصباح الباكر بتكون مختبئة تحت سطح التربة وتحت قلف الاشجار وبعد ذلك بتصعد الى قمة الشجرة للتغذية على الاوراق الخضراء وممكن ان انت بقى تستخدم مصائد لجمعها ومنكون بعملية تهزل الاشجار وبتسقط في الاوعية وبتم التخلص منها ايضا باستخدام بعض المبادات الكيموية وبتم الرش الدوري للاشجار اللي بتكون عرضة للاصابة بهذه الحشرات وقادي طرق المكافحة الميكانيكية اللي انا قدتلك عليها اول حاجة بنقوم بازالة طبقة القلف والطبقة الصمغية اللي بتكون فوق النفق اللي بتصنعه اليرقات وبندخل سلك معدني في نهايته بيكون خطاف لاستياد اليرقة وخروجها من داخل النفق واذا لم اذا كان النفق متعرج بيتم بقى حقنه بالبنزين او اي مبيد كيموي للقضاء على الحشرة او ممكن ان انا استخدم مبيد حشرة اللي هو مبيد الفوستوكسين او الفوسفين وبتم وضعه داخل النفق ثم غلق النفق بالبلاستيك او بقطعة من القطن المحتوية على البنزين وبالتالي لا تتصرب الابخرة خارج النفق وبيتم القضاء على الحفارات الساقل موجودة داخل الافرع الخشبية وطبعا الحفارات اللي بتكون موجودة بالقرب من سطح التربة زي ما انتو شايفين معنا في الفيديو بيتم عمل اطار معدني حول جزع الشجرة وبتم ملقه بالمياه وبالتالي بنضمن انه الحشرات الموجودة تحت او داخل قلف الاشجار بيتموت بالاختناق او ممكن انا اعمل اطار حول جزع الشجرة بقطر او بقطر 50 سنتي على محيط الاشجار وبتم وضع المبيد في الحفرة الدائرية ثم تغطيته وبالتالي بنضمن القضاء على حفارات الساقل موجودة داخل هذي شايفين ما ظهر الاصابة بالحشرات بتؤدي الى حدوث خسار كبيرة جدا في اشجار الحلويات واشجار التفاح وده طبعا من الحشرات اللي بتهدد الاشجار الخشبية وممكن ايضا ان انا استخدم الكابريت او كابريتات النحاس في دهان الاشجار للقضاء على الحشرات ومنع اصابتها لجزوع الاشجار الخشبية تعالوا بقى ندرس جزئية مهمة جدا جدا اللي هو النمل الابيض طبعا انا في البداية حابب ان انا القي الضوء على هذه الحشرة لان هي من الحشرات الخطيرة جدا وبتهدد يعني الاخشاب ومنتجاتنا الخشبية من الاساس بانواعه المختلفة لانها في الاساس بتتغزى على مادة السليلوز ومادة السليلوز بتعتبر الترمايتس او النمل الابيض هو الحشرة الوحيدة القادرة على هضم السليلوز لانه بيكون فيه معدة الحشرة نوع من انواع البروتوزوة او الحيوانات الاولية اللي بتعيش مع النمل الابيض معيش التبادل المنفعة هي بتهضم له السليلوز وبتحصل على غزائها من الحشرة وبالتالي بيقدر او بيستطيع النمل الابيض ان يكون بعملية هضم للسليلوز النمل الابيض ادى علشان بس نتصور مدى خطورته ادى الى هجرة العديد من سكان بعض الكرة والمدن في جمهورية مصر العربية لمنازلهم وادى الى تدمير العديد من المنشآت اللي بتحتوي على الاخشاب المختلفة تعالوا نستعرض مع بعض الوضع التقسيمي ودورة الحياة وانواع النمل الابيض وهل هو نوع واحد ولا انواع مختلفة وازاي اعرف في بيتي ان انا عندي اصابة بالنمل الابيض ولا لأ واذا كان عندي اصابة ازاي اعمل عملية مكافحة متكاملة للوقاية من الاصابة بالنمل الابيض الوضع التقسيمي للنمل الابيض هو بيتبع ردبة ايزوبترا او متساوية الاجنحة اللي طبعا بتشمل ايضا السراصير بانواعها المختلفة اسم ردبة متساوية الاجنحة نوع تطور تطور ناقص او تدريجي الطور اتدار افراد الطائفة وحنعرف الطائفة بتتكون من افراد مختلفة الشكل والوظيفة نوع اجزاء الفم قارض وعدد اجيالها اربع اجيال في السنة وعوائلها كل الاشجار المحتوي على السليلوس في بعض الصفات الحياتية لحشرة النمل الابيض وطبعا النمل الابيض علشان بس ما نخلطش ده حشرة مختلفة تماما عن النمل العادي اللي احنا بنشوفه في المنازل الحركة بتكون داخل انفاق التغذية بتكون على مادة السليلوس بتكون المستعمرات التي تعيش معيشة اجتماعية في طائفة او في تجمعات صغيرة او كبيرة والطائفة بتكون مكونة من مالكة خصبة قادرة على ان تضع البيض شغلات بتحفر الانفاق وتربي الصغار وترعى الملكة ومجموعة من الجنود للحراسة المستعمرة بتجدد نفسها باستمرار وهي مصدر الحياة هو الماء الارضي او حتى الماء الموجود في الاخشاب وزي ما قلنا بيؤسس الطائفة زكر وانسة مجنحين ولا يموت الزكر بعد تزاوج كما في النمل العادي ده فيديو تعليمي هنستعرض من خلاله يعني شكل النمل الابيض والمستعمرة بتكون موجودة فينه وطريقة الحياة والمعيشة طبعا النمل الابيض زي ما قلنا بيبقى تجمعات هائلة جدا الطائفة بتتكون من مالكة خصبة ومجموعة من وزكر ومجموعة من الجنود للحراسة وايضا الشغالات وخطورة النمل الابيض زي ما اتفقنا وقلنا انه بيتغزى على الاخشاب بانواعها المختلفة وقد يود الى انهيار المنشآت والمنازل وبالفعل قد الهجرة بعض السكان من مناطق مدينة كومومبو في محافظة اسوان وقرية العديسات في محافظة الاكسر وبيهدد ايضا بعض المدن الساحلية زي مدن في محافظة اسكندرية ومحافظة البحيرة طبعا هو من الحشرات الخطيرة جدا فيه بتكون من النوع القارض بيعيش داخل انفاق لا يفضل وجود الضوء ولذلك بيعيش مختبئ داخل الانفاق فيه منه انواع كثيرة ومتعددة زي ما اتفقنا وحنستعرضها مع بعض ممكن يجيلك سؤال في الامتحان اذكر انواع النمل الابيض والنمل الابيض خطورته بتكمن في العدد الهائلة للطائفة وايضا بيهدد زي ما اتفقنا اي منتج خشبي وطبعا الحكومة المصرية بدأت تصدر قوانين بمنع التصريح لاي منشأة باقامتها الا بعد الحصول على شهادة من وزارة الزراعة بتؤكد خلو المكان من الاصابة بالنمل الابيض لانه طبعا اي مشكلة بتحدث فيه الاخشاب قد تؤدي الى انهيار المنازل بصورة نهائية والنمل الابيض زي ما اتفقنا وقلنا هنعرف مع بعض ازاي نجري برنامج مكافحة متكامل لهذه الافة انواع النمل الابيض بتم تقسيم النمل الابيض على حسب مكان وطرق المعيشة لعدة انواع النوع الاول وهو النمل الابيض الساكن للخشب الجاف او الراطب النوع الثاني النمل الابيض التحت ارضي او ساكن الارض النوع الثالث النمل الابيض الساكن للصحراء طبعا ده احنا بنشوفه في مناطق زي الصحراء الكبرى وزي السودان بيبقى عامل مستعمرات كبيرة جدا النوع الرابع النمل الابيض الباني للتلال النوع الخامس النمل الابيض الباني للعشوش الكارتونية تعالوا بقى نستعرض مع بعض دورة الحياة دورة الحياة مهمة جدا وممكن تجي في الامتحان تكلم باختصار عن الوضع التقسيمي للنمل الابيض مع ذكر دورة الحياة ومظاهر الاصابة وطرق المكافحة دا سؤال ممكن يجي لك في الامتحان ومن الاسئلة المتوقعة في امتحان اخر العام بيحدث التزاوج بين الزكر اللي هو الملك والانسة اللي هي الملكة وبعد التلقيح بتبدأ الانسة في وضع البيض لمدة عامين وفي العام التالت بتتحول الى ملكة ناضجة بتضع البيض بمعدلات اعلى وبتسيطر الملكة يعني تخيلوا ان الملكة لها القدرة انها تضع في الدقيقة الواحدة ست بيضات وبتضع الاف يعني الطائفة بتتكون من الاف 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 وقد تصل الى 3 مليون فرد في الطائفة الواحدة تخيلوا العدد الهائل من اعداد الحشرات اللي بتسيطر عليها ملكة واحدة بوسط الفرمون الملكي بتسيطر الملكة على افراد الطائفة زي ما قلنا بوسط فرمون ملكي بيعمل على ربط المستعمرة وعمر الملكة بيتراوح من عشرة الى خمستاشر سنة التغيرات التي تطر على الملكة بعد طبعا بعد عملية التلقيح والتزاوج كبر حجم البطن كبر حجم القلب وطول الحبل العصبي وانبيب ملبيجي اختفاء الاجسام الدهنية تأكل عضلات البطن وترتاخي وبيكبر حجمها زيادة في طول الامعاء الوسطى وقصر طول الامعاء الخلفية مظهر الاصابة والضرر انا عندي مظهر الاصابة بالنمل الابيض الغير تحت ارضي اللي هو نمل الخشب بتشمل تساقط بودرة او مسحوق خشب خشن طبعا احنا ممكن نشوف ده في الاساس او الاخشاب اللي موجود في المنازل لو انت لاحظت وجود مسحوق وفيه سقوب على الاخشاب اعرف مباشرة ان انت عندك اصابة بالنمل الابيض وتابعنا علشان تعرف ازاي تجري برنامج مكافحة لهذه الافة الخطيرة وجود سقوب في الخشب المصاب وعند كسر الخشب بنلاحظ وجود كهوف وغرف بها براز الحشرة ونواتج عملية الحفر بمظاهر الاصابة بالنمل الابيض اللي هو التحت ارضي اول حاجة بيحدث تهدم للبيوت المبنية بالطوب اللبن التصاق الابسطة والحصر المفروشة بالارض لانها بتكون محتوية على مادة السليلوز تأكل الاخشاب الملاصقة للحوائط مثل الدوليب ولذلك بيفضل دايما وابدا نحن نترك مسافة بين اي اخشاب بتكون ملاصقة للحوائط لا تقل عن 10 سنطي زي الدوليب مثلا لازم يكون في مسافة بين الحائط وبين الدولاب لا تقل عن 10 سنطي لمنع الاصابة بالنمل الابيض تأكل الارضيات المصنوعة من الاخشاب اللي احنا بنقول عليها الارضيات البركية وجود انابيب طينية عبر الحوائط والنوافذ التصاق الاجولة والزكائب بالارض في الشوان والمخازن في حالة الاشجار بنشاهد انفاق وكتل طينية على جزوحها طبعا ده بتبع عشوش النمل جفاف المحاصيل في الحقل وموت النباتات باكملها وطبعا من نعم المولى سبحانه وتعالى انه النمل الابيض لا يفضل ان يصيب النباتات الخضراء لانه النباتات الخضراء بتكون محتوية على عصارة نباتية بتمنع مهاجمة النمل الابيض وبتكون غير مستساغة لتغذية النمل الابيض ادي صور لأفراد النمل الابيض وشايفين الفقوق القوية اللي موجودة في منطقة الرأس طبعا دي بتستخدمها في حفر الانفاق في داخل الاخشاب ازاي اجري برنامج مكافحة متكامل للاصابة بالنمل الابيض اول حاجة عندي الطرق الوقائية التخلص من المواد السيلولوزية التي سيقام عليها اي منشأة من المنشآت عمل دكة اسمنتية للارض عند اقامة المباني معاملة المباني الخرصانية بالمبادات قبل استكمال عملية البناء من ضمن ايضا الطرق الوقائية عدم التصريح زي ما قلنا بالبناء الا بعد اجراء المكافحة المتكاملة للنمل الابيض استعمال مصائد النمل الابيض ويجب ان نقوم بعمل وقاية للمنشآت الصناعية زي مصانع الاخشاب مثلا ومصانع الورق بالرش الدوري لهذه المصانع والمنشآت اللي هي بتنتج مادة السليلوز اللي بتكون مفضلة لحشرة النمل الابيض هناخد ايضا من طرق المكافحة اللي هي الطرق العلاجية استخدام موبيد دروسبان بيكون مستحلب بنسبة 2% بمعدل 20 سنتي لكل لتر ماء طبعا انا عندي لو انتم لاحظين انه التركيز 2% والمعدل 20 سنتي طبعا دي جزئية مهمة جدا لازم نلقي الضوء عليها لانه اي خطأ في معدل الاستخدام وفي تركيز المبيد وعدم وعدم الالتزام بالتعليمات المدونة على عبوة المبيد بيؤدي الى اول حاجة قد يتعرض الشخص القام بعملية المكافحة للتعرض للتسامن بالمبيدات او فشل عملية المكافحة باكملها وبالتالي لابد من اتباع الارشادات اللي بتكون مدونة على عبوة المبيد الخاصة بالجرعة الليها الدوز وايضا معدل الاستخدام والتركيز من طرق المكافحة العلاجية ايضا تكسير الانبيب الطينية من على الحواط والاخشاب واستخدام مصيادة السباعي رقم 91 ودي بتستخدم لتقييم عملية المكافحة لو انتوا حابين تعرفوا معنا اهم الافتر